وفي إطار التنسيق الأمني تمكن عناصر الجيش الشعبي الوطني بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك من تفكيك عملية تهريب ونقل كمية تقدر بـ 8382 قرص مهلوس مع توقيف المتورط تفاصيل أكثر في ميكروفون عبد العالي رحومة في إطار مكافحة التهريب وعلى إثر عمل ميداني رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي القطاع العسكري العمليات بالوادي تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالواد يوم الفاتح من فيفري سنة 2022 من حجز كمية معتبرة من الحبوب المهلوس تقدر بـ 8382 قرص مهلوس مخبأ بإحكام علامة مركبة تم توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة